السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقول لك النهاردة عن عشر أطعمة غنية فيتامين A أو فيتامين ألف فيتامين ألف فيتامين مهم جداً وأساسي لصحة النظر والبشرة وكمان بيعزز جهاز المناعة نقصه بيسبب العمل ليلي وتكرار الإصابات بالالتهابات الفيروسية زي الإنفلونزا القيمة اليومية اللي محتاجها الإنسان من فيتامين ألف يومياً خمس سلاف وحدة دولية من الأطعمة الغنية فيتامين ألف الكبدة، كبدة الدجاج، كبدة العجلة، كبدة البقر الفلفل الأحمر، الجزر، البطاطا الحلوة الخضروات الدكنة زي السبانخ والملفوف واللفت والبروكلي القرع، الخص، المشبش المجفف والخوخ والمنجة والشمام والبطيخ دول أهم عشر أطعمة غنية فيتامين ألف لو حابنا نتكلم عن فوايد فيتامين ألف هنلاقيها كتير جداً أول حاجة بيقوي جهاز المناعة ضد العدوى ويعزز نشاط خلايا الدم البيضة ويمنع الجراسيم أنها تدخل جسمك عن طريق أنه يحافظ على ارتوبة الأغشية المخاطية عشان تضمن مناعة أفضل تاني حاجة بيحسن الرؤية وخصوصاً الرؤية الليلية ويمنع حالات جفاف العين والعمل الليلي عن طريق أنه بيزود قدرة العين على التكيف مع الضوء الزايد والظلام ويقلل خطر عتمة عدسة العين والاعتدال البقعي اللي بيزيد مع الشيخوخة كمان بيحافظ على جسمك أنه يكون خالي من السموم وبالتالي بيحافظ على البشرة بيكون نعمة ورطبة ويمنع الجفاف والتقرن ويقلل من خطر الإصابة بحب الشباب بيساعد في منع السرطانات زي سرطان البستاتة والسادي لأنه بيعتبر مضاد قوي جداً للأكسادة بيمنع تكوين الحصوات البولية يعزز من صحة وتقوية العظام يخفف مستوى الكوليسترول في الدم يساعد في تقليل خطر الإصابة بالحصبة بيحمي الجهاز التناسلي يعزز من نمو العضلات ويقويها كمان أنه بيبطأ الشيخوخة دي أهم فوايد فيتامين ألف اللي المفروض كلنا نعرفها بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شيرو لغيرك بتمنى لكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشار راحة العظام والعناي بالقدم والقدم السكاني سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته